محميين وهو بالعكس نحن أبداً ليس محميين وهذه التجربة لاحظتم كلما نفقت على الأداحة عم تطفي يعني بسهولة بأي هوا عم يمرو عم تطفي يعني الشخص يلي عم بيأخذ الهوا مبرع عم بفوت لعنده والشخص اللي إذا كان مريض عم بيطلع المرض من عنده للناس الثانيين رح فارجيكم الكمام الثانية اللي هي ممكن تحمي هاي الكمامة هي اللي منيحة واصلية وفيها ثلاث طبقات وهلأ أنا رح قصة واحدة وفرجيكم قديش فيها طبقات وقديش درجة الحماية اللي بتحميها لاحظتم ما عم تطفي حتى دغطت أكتر من الأول أكتر من أول مرة وما كانوا تطفي هاي دي الكمامة اللي ممكن تحمينا وراح فارجيكم هاي دي الكمامة من شو مقالفة أنا حيأجب كمامة والسيطة هاي دي أول طبقة الزرقة وهاي طبقة الثانية اللي بالنصلي هي الفلتر وهي دي طبقة الثالثة اللي بتكون من الداخل مش هناك نحنا بنسميها هاي دي اسمها ثري بلاي يعني ثلاث طبقات كل واحدة بتقطع شي مننن أنا بتمنى على أهلنا وناسنا هاي دا الفيديو يعمموه على أهلن وناسن وحبيبن وكبار اللي كبار بالعمر اللي عندن ووليدن لحتى يوعوا شوفوا شو عم بصير بها البلد بغض النظر شو بدنا نحكي عن عن الجيل تبع الإيدان سركة